أنا أسألكم حين اختلى السستاني بعامر موسى هذه الحكاية حكيتها لكم وبتفاصيلها لكنني آتي بها هنا على سبيل المثال حينما اختلى بعامر موسى وهو الذي طلب الخلوة معه وماذا قال له وبإصرار وبتكرار مثل ما يذكر عامر موسى في مذكراته في كتابه في الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه كتابية سنوات الجامعة العربية لعمر موسى وقد جئت بالكتاب وقرأته عليكم في الحلقات الماضية من هذا البرنامج حينما اختلى به وطلب منه قائلا لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران وإنما خذوه إليكم خذوا العراق والقوا به في أحضان العرب هذا الأمر يمثل مراد صاحب الزمان أم أنه يمثل مراد الشيطان هؤلاء هم الذين نطق الشيطان بأنسنته والقضية هكذا على طول الخاطر العراق عاصمة صاحب الزمان حينما يعبث به السيستان بهذه الطريقة فهل هو نائب صاحب الزمان رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمر موسى عن هذه الواقعة في برنامج ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية طيب في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة آي تمام مكتوبة في الكتاب عايش أزمحها يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين طبعا العبارة هي ألا تلقوا بالعراق في أحضان إيران ناس كلمتي هذا الكلام ينسجم مع المشروع المهدوي أنتم ماذا تقولون أنتم 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 شيعة تنتظرون إمام زمانكم أو لا هذا المنطق ينسجم مع المشروع المهدوي ينسجم مع الانتظار ينسجم مع التمهيد ماذا تقولون أنتم وفعلا عمر موسى وجدها فرصة سانحة وأخبر الحكام العرب وأخذوا العراق إلى أحضان السعودية ما تشاهدونه اليوم هو نتاج هذا المخطط الشيطاني السيستاني هذا الكلام الذي دار فيما بين السيستاني وعمر موسى بالضبط كان في يوم السبت 22 عشرة 2005 وإلى هذا التأريخ كانت السعودية بعيدة عن العراق لا تتدخل بشكل مباشر لأن الأمريكان قد منعوهم ولكن منذ 2006 بعد هذا الاتفاق الشيطاني السيستاني بدأ السعوديون يتدخلون في الشأن العراقي إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه رجاء الآن اعرضوا لنا التقرير الإخبارية الذي بث في هذه الأيام عبر القناة العراقية الإخبارية الرسمية حزمة اتفاقات تجارية وتنموية يوقعه الوفد العراقي في الرياض الأمين العام لمجلس الوزراء أكد سعي العراق الجاد وبخطوات عملية إلى تحويل هذه البروتوكولات الموقعة إلى فعل على الأرض ما يعود بالنتيجة بالنفح الإيجابي على الجانبين العراقي والسعودي الحكومة الحكومة عازمة على تجاوز كثير من المعرقلات أنا شخصيا كمنسق وطني بالتنسيق مع الأخوة الجانب السعودي تجاوزنا كثير من المشاكل حقبة جديدة بالتبادل التجاري العامل الرئيسي والمنفذ الرئيسي للتبادل هو المنفذ البري بين العراق والسعودية وهو منفذ عرار وهناك منافذ أخرى سيتم افتتاحها أيضا السعودية تؤكد رغبتها الحقيقية في العمل بمجالات الزراعة والصناعة والطاقة بفرص متكافئة من خلال إنشاء مركز بيانات مشترك للفرص المتاحة مطالبة العراق تقليل الروتين والبيروقراطية وتسهيل إجراءات دخول البضائع السعودية والسعي لفتح منافذ جديدة عدودية دعم الكبير من قيادتي البلدين لتطوير وتنمية هذه العلاقة الاقتصادية التجارية الاستثمارية هناك رغبة أكيدة بين القطاعين الخاص في البلدين اليوم الفرص الهائلة الموجودة في جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أنها مصلحة مشتركة للبلدين هناك نية صادقة في التعاون وهذا أهم شيء هناك رغبة حقيقية من دخول السعودية كمستثمرين وليس كأسواق السعودية تدخل أسواق السعودية ولكن دخول السعودين في هذا الاستثمارات شيء مهم بالنسبة لنا نحن بمسل حاجة أن تدخلناك أسواق ومستثمرين ورجال أعمال ممكن أن يستمروا في حض العراق العراق وعلى لسان الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد إزالة كافة المعوقات التي تحول دون رفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين الجارين السعودية تؤكد المضية باتفاقات ستراتيجية برغبة حقيقية وإرادة فاعلة ما يؤسس له مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية وعلى كافة الصعود من العاصمة السعودية الرياض زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية أنا لا شأن لي بال أمور السياسية والاقتصادية حديثي في الجانب العقائدي إنما عرضت هذا التقرير كي أبين لكم من أن هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات نحن لا نعرف أسرارها ولا نعرف ماذا يجري في كواليسها ولا شأن لي بها لكنني سأعرض لكم فيديو بث على القناة الإخبارية السعودية يتحدث فيه وزير التجارة السعودي ماجد القصبي يقول من أن محمد بن سلمان عينه وزيرا في الحكومة العراقية محمد بن سلمان يعين ماجد القصبي وزيرا في الحكومة العراقية رجاءا اعرضوا لنا الفيديو وختاما أحب أن أكد لكم عندما شرفني سمو سيدي ولي العهد برئاسة هذا المجلس وجهني بأن أكون وزيرا في الحكومة العراقية وأن يكون تقييم أدائي بيد رئيس دولة رئيس وزراء الحكومة العراقية والهدف هو أن العراق والمملكة العربية السعودية عينين في رأس عفا الله عما سلف علاقة اليوم كل الممكنات الموجودة لتمية هذا العلاقة في أحسن فرصا في تحديات في مشاكل وحن نقول المشاكل من صنع البشر والحلول من صنع البشر فأرجو أن تعتبروني يا دكتور نواف ويأخ محمد أعوضوا معكم في المجالس وإن شاء الله نضع خطة عمل لهذه الأمور والله يمفع بالجهود والشكر أخير لكم ولكل من حضر وتعنى والله يحييكم مرة أخرى بين أهلكم وإخوانكم وشكرا جزيلا بشرى سارا للشيعة فإن السعودية قد عفت عن العراقيين عفى الله عما سلف من الذي يعفو عن من هذا هو نتاج المخطط السيستاني الشيطاني تلك المقدمات وهذه النتائج ما علاقة محمد بن سلمان أن يعين وزيرا سعوديا كي يكون وزيرا في الحكومة العراقية أنا لا شأن لي بالأوضاع السياسية وبالأوضاع الاقتصادية لكنني أقول لكم هذه مرجعية السيستاني مثلما تعبثوا بالأوضاع السياسية والاقتصادية هي تعبثوا بدينكم أنا أتحدث عن العقيدة والدين هذا الذي وصلنا إليه من هذه النتائج بسبب تلك المقدمات إنه برنامج شيطاني من الطراز الأول النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها أنا أسألكم أقول العراقيين السرابيت والهتلية عندنا قليلين نحن نقدر نصدر سرابيت وهتلية لكل دول العالم ما شاء الله أتباع المرجعية السيستانية كلهم سرابيت وهتلية والأحزاب الشيعية كلها سرابيت وهتلية نقدر نصدر من داخل الجو الشيعي سرابيت وهتلية لكل دول العالم فشنو محتاجين يجيبونا سرابيت وهتلية من السعودية إحنا اللي عندنا قليل الموجود عندنا شو تقولون أنتم مثلما يضحكون عليكم في دنياكم يضحكون عليكم في دينكم هم في البداية ضحكوا عليكم في دينكم وهذا جر إلى أن ضحكوا عليكم في دنياكم هذا منطق الشيطان أو منطق الرحمن ماذا تقولون أنتم زين ذول المفروض أني أتكلم معهم بأدب عالي أو أنني أصفهم بالأوصاف السوقية التي هي في الحقيقة مديح لهم بالقياس إلى قبحهم وسوء أحوالهم ماذا تقولون أنتم مثل ما قلت لكم أنا لا شأن لي بالبرامج السياسية والاقتصادية حديثي هنا عن الجانب العقائدي الذي أعرفه من خلال خبرة طويلة في حديث أهل البيت من أن أشد الناس عداء للإمام الحجة حين ظهوره وحتى قبل ظهوره من أن أشد الناس عداء هم مراجع النجف وكربل ولذلك سيخرجون إلى قتاله ومن هنا فإن شيعة العراق مهيأون لحرب صاحب الزمان لأنهم سيتبعون فتاوى مراجعهم في النجف وكربل وكذلك شيعة السعودية فإنهم على حاشية شيعة العراق هم أتباع مرجعية النجف وكربل من هنا فإننا لا نجد في الروايات والأحاديث أي دور لشيعة السعودية في نصرة الإمام الحجة مع أن البرنامج المهدوية يبدأ في أرضه لا تقول من أنه في رواية هناك ذكر لشخص أو شخصين أو لبعض الأشخاص يأتون من مكة أو من المدينة أنا لا أتحدث عن هذا أنا أتحدث عن شعب عن أمة عن الأمة الشيعية في السعودية ليس لها من ذكر في نصرة صاحب الزمان لماذا؟ لأنهم أتباع مراجع النجا مثل ما الحال في شعة العراق فإن شعة العراق سيبايعون السفياني وسيحاربون صاحب الزمان اتباعا لأوامر مراجع النجف وكربلاء هذا هو الذي يجري الآن شعة العراق سيحاربون صاحب الزمان وأشد الناس عداء بعد شعة العراق عرب السعودية العرب وبالدرجة الأولى عرب السعودية وهابية السعودية سنة السعودية هم أشد الناس عداء لصاحب الزمان بعد شعة العراق والتفاصيل مذكورة في رواياتنا أشد الناس عداء للإمام الحجة بعد شعة العراق هم عرب السعودية وهذا هو الذي يقوم به السستاني في تهيئة البرنامج الشيطاني برنامج إبليس الشعة يهيئون لحرب إمام زمانهم والعراق يلقى به في أحضان عرب السعودية الذين هم أشد الناس عداء للمشروع المهدوي هذه هي الحقيقة من الآخر الروايات هكذا تقول ما أنا الذي أقول من الذي طبق البرنامج الشيطاني هذا ومن الذي بدأ به ومن الذي فتح بابه عمر موسى ما كان يجرأ أن يقول هذا الكلام وما كان يجرأ أن يتحرك في هذا الاتجاه لولا أن السستاني في مركز الشيطان في بيته الذي هو بيته الشيطان في زقاقه الذي هو زقاق الشيطان أن 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 اتفق مع عمر موسى على البرنامج الشيطاني هذا بعد هذا تقولون عن هؤلاء من أنهم حكام شرعيون حقيقيون هؤلاء حكام شيطانيون ومن الآخر هذه الحقائق أين تذهبون بها أين تضعونها نذهبوا إلى فاصل رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 28 من الحلقة سبعة من برنامج بصراحة وهي وثيقة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري إنه المرجع الشيعي المعاصر حيث يتحدث وبشكل قاطع عبر قناة الكوثر الفضائية من أن أحاديث أهل البيت والتي يعبر عنها بالموروث الشيعي من أنها إسرائيلية مجوسية كما يقول هو رجاء اعرضوا لنا الوثيقة أنا أدعي أن الموروث أو كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو متسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية أنا أسألكم هذا المنطق منطق الرحمن أو منطق شيطان إمام زماننا يرجع الشيعة إلى رواة الحديث فروات الحديث يروون هذه الأحاديث التي يتحدث عنها حثاء الأحماق ماذا تقولون أنتم رجاء أعيد بث الوثيقة أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو متسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية يفترض في شخص كهذا من أنه قد قضى عمره في التحقيق في هذه المسألة ولكنه كشف الحقيقة لخواصه وتلاميذه رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة إنها وثيقة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدر ما أدري هذا موقع والله لا أذكر بأي شدر والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت أنه موروظ رواي يهودي نصراني كذا لا شيء تخطط لا شيء تهاتب لا شيء جائل وكأنه في ذات الموقع موروظ قال لي لا ها يجيون نقوله أنا مجموعة يعني قبل ما ما كأي والله لا كاتب على الجفة نروحات من اصناعت هماتينا نزلت جوا هذا الشيخ قفية قام بيط الحلوات والله قام بيط الحلوات قالت ليه اليوم يجلت إيش 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 وكل وجه إيه نزلت فهو من ينزل مولانا يقع كامل أنا بيسمعني كامل هو يقع جوا ويسمعون عرفتهم وبعد هنا مقامرات يجي يا الله صلعات من وعلي فلنزلت بالدراج معني ما قل لأنا أطب للوصول قال لي إيش تبني هل يمشي وقل تست قل قل تست شنو كان هاي تست تست أجل 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 ما أدري أعوذ بالله ما أدري أن ينزل وحفا لله عفوا لما أن ينزل يقول بابا هذا مريض مريض ايه أشي أقول لك أخو متدد تسألني عن شيئا أقول لا أعلم أنا بيأقول محب العلم أنا جاء جاو أقول هذا حق المحلي لا ما يفيد أقول الظاهر يقول الشكير يقول أما أنه يحتمال لا يمكن شيء آخر عين ثالث ولا أحز أنه مريض أو أنه إلهية أو أنه شيء طانيش مريض ولهذا ما أتبت يوم واحد قلت قلت يوم يقول هذا اللي يصال لك فاليوم ما أتبت على الله قلت واحد قلت فاليوم ما شكيت القول قلت 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 أخذ 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 قلت 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 أخذ لك هذا بعد قلت أخذ لك قلت أخذ أخذ هذا ما نتدرسه ويعني نقول انهم من سوق العدل كنا نقول بعض المضاريات احيانا بعض المضاريات احسن يتويها ويفرحها ويفرح واحد اخبر اهدا وايا هم تمونا لا كاتبية افن بعض الاحيان ان كنت طلح اادا لها هذا البحث بأنه فتشر أتسر هذا ما تلتك تلحظنا بيه هذا المنجعة في الاستوديو لابد لني أبوه وكذلك وكذلك أقول طبعا من كذلك يقول يقول بابا هذا لا شخص ما أجلت أقول أنا ما ألتك أما تلطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله للمقدمات توفيق إلهي لابد أتدقوه تلطيها الفدواح بيني وبين الله كراءات يقول بابا هالسلو التوبيق اللي يحكي عن الزراع هل إلهي بحثة لو لا سمع الله مع حالة خلوة زين هل يمكن أن تكون هذين هذا أقول أنا أطلع من أطلع أقول سيدة برسوة ما عندك شغل هاليوم حجية فلاك شاي أنت ويا نبتها يأتولين أقول علي شنو حجية؟ ولكن فلعت وراحة خلطت السلام في كذا ما دونت لم تتكلم وعندما تتكلم أنت تطلع هذه الأمور العقائدية الخطيرة هكذا تصل إليكم وهذا هو برنامج الشيطان هكذا يضحك الشيطان على مراجع الشيعة مثلما يضحك على هذا المرجع الأحماق وهو يضحك على الشيعة هؤلاء الذين حوله هم أحوان الشيطان هل انتبهتم إلى كلامهم؟ على سبيل المثال أحدهم أحد هؤلاء الذين من تلامذته يقول انحلل الظاهرة هذه الظاهرة انحللها يخرج كمال الحيدري ويصف أحاديث أهل البيت بأنها إسرائيلية ومجوسية هو يضرط من فمه تحليل الظاهرة هو هذا هذا الرجل يضرط من فمه أنتم تعترضون على استعمال هذه الكلمات لا أجد كلمات غيرها وهي عظيمة المدح بالنسبة لهذا و لأمثاله هذا يضرط من فمه وهذا جاء يقول له انحلل الظاهرة يعني إذا ردنا نحللها فيبدو كمال الحيدري ما أدري ما أدري أنا انت روح حللها عند علماء النفس هل سيقولون بابا هذا مريض فعلا مريض فأنت مريض أنت مريض بمرض الدودة الشيطانية أنت شيطان يقول له ما أدري أنا انت روح حللها هذا كمال الحيدري أمامي نص الحديث الذي عرض في الفيديو يقول له ما أدري أنا انت روح حللها عند علماء النفس هل سيقولون بابا هذا مريض شمدريني اي أنا شنو أقول إلك أقول انت دا تسألني عن شيء أقول لا أعلم أحد الطلبة ماذا يقول هذه معجزة إلهية هي معجزة هي من جهة معجزة معجزة لأن هذا الحشي كان يفترض أن يخرج من أسفل كمال الحيدري لكنه أظهره من أعلى هي المعجزة هنا هي من جهة معجزة معجزة يقول له هذه معجزة إلهية شيء جاوبة كمال الحيدري أو إنه إلهية أو إنه شيطانية ايش مدريني هو هكذا يقول هو هذا الدليل على أنها شيطانية لأنها لو كانت رحمانية لكنت علمت بها فيض الرحمن معلوم كيد الشيطان يخفيه الشيطان لا يستطيع أن يجعله رحمانيا ولا يظهره بشكل علني أنه شيطاني فإن الناس ترفضه فإنه يجعل كيده مخبئا ويجعل الذي يطبق عليه البرنامج الشيطاني في حالة حيرة فهو لا يدري هل أن الأمر رحماني أم شيطاني وبالضبط هذه حالة كمال الحيدري هذا يقول له معجزة إلهية هو جاوبه يقول له أو أنه إلهية أو أنه شيطانية ايش مدريني واحد من ذهل أعوان الشيطان من طلبة كمال الحيدري يقول له هذه ما ورائيات هي صحيح ما ورائيات يعني تطلع من وراء ما ورائيات يقصد منها ما وراء الحس ما وراء الطبيعة هذه هي الما ورائيات لكنه فعلا هي ما ورائيات يعني المفروض تطلع من وراء طالع من وراء أنتم ماذا تقولون هذا منطق رحماني أم منطق شيطاني كمال الحيدري أيضا حاكم شرعي ويطلق ويصدر فتاوى ويصدر أعكامه إلى آخره هم هذا حاكم شرعي حقيقي هذا حاكم شيطاني من هنا قلت من أن الواقع الشيعي ليس فيه من حاكم شرعي حقيقي طيب رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم واحد وعشرين من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة من مجموعة وثائق ضلالي كمال الحيدري يستهزئ بأمير المؤمنين يستهزئ بأمير المؤمنين أنا أقول الكمال الحيدري أنت ما لقيت لك واحد تحكي عنه تحكي عن أمير المؤمنين وبهذه الطريقة غير المؤدبة شنو سوء التوفيق هذا دا رح شوف لك شغلة غير هاي الشغلة هوايا أكو شغلات أحسن من شغلتك هذه ما أريد أقول بس أكو هوايا شغلات الآن بعض العمائم الإسلامية في العراق قاموا ويشتغلونها يحمونها ويدافعون عنها أكو شغلات موجودة موجودة من الكرادة وغير الكرادة تابعة للأحزاب الإسلامية التي تتبنى الإسلام الأصيل طيب الله أحظكم أحظ إسلامكم أحظ دينكم يا غبران أعرضوا لنا هذه الوثيقة في راحات الناس خلاص قاعد في بيز مولانا أجل مستفقيا أجل حتى كان يجيز هات مراهي يجرى تابعين أنا موجودة الآن والله يومي أكثر أكثر مثلا خايف على الصحة المعظم كان يخاف على الصحة المعظم ما يأكله ثم أنا قلت يا سبابا مرة زينب جابتها غوز يابس حليب قال وحدها هذا مليون كل مرة مدوين هو مرة الزينب خبصتونا شو هو أحمي هو مرة لقد تذبت لكل حياتي خير إذا مو هاي شكل عشان مريض لماذا تبطنا شبير مولا؟ لأنه يا ابن الأنزعي بطين مولا شعب تبطى مولا أمير مليون 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 طوق مليون قولنا لنو لأنه أحدث مليش عب انت تافل انت تافل تحتبر الكمال في عدم أكل فتنسب الكمال شو نعم شخصي نعم رجاءً أعيد بث الوثيق موسيقى 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 براحة الناس حدث موسيقى موسيقى نعم موسيقى نعم لان والله يومي امزر أمزر مثلا خائف على صحيصة مزر شاني غاب على الضحفات ما يأكلش ما يأكلش انت خافصينا ثم انا قلت يا سبابا مرة زينب جابتها غوز يابس حليب قالوا ده هذا مليون كل ما لم تود هوا مرة هوا مرة استذبت لكل حياتي غيره اذا مو هاي شكل عشان مريض ليش بطنا شبير مولا؟ لانه يا ابنى الانزعين بطين مولا شعب يبط مولا امير مين يقول مير؟ مين يقول مير؟ مين يقول مير؟ مين يقول مير؟ لانه احلس نشحب انت تاثر تعتبر الكمال في عدم الاكل فتنسب الكمال شبير يقول مرة زينب جابت لخبو زيابس الى اخر كلامي وكأنه يتحدث عن بنت الجيران بنت الجيران الى ان يقول اذا مو هاي شكل لعت كان مريض امير المؤمنين مريض هو انت المريض انت المريض وذول اللي يمك المرضى ذول اللي يقبلون كلامك المرضى هو انت المريض اذا مو هاي شكل لعت كان مريض انا ماذا اعلق ماذا اقول في الحقيقة هناك كلام بين الاهواتي انا امانعه هذا منطق الرحمني ما هذا مرجع من المراجع وهو حاكم شرعي وايضا يقوم بدور الحاكم الشرعي ويقوم بالتطليق ايضا وغير ذلك انما اشير الى التطليق لان الحديث عن هذا الموضوع ماذا تقولون انتم هذا منطق الشيطان او منطق الرحمن هؤلاء يمثلون صاحب الزمان هو وصل الى طريق الضلال في علاقته مع صاحب الزمان ولكن هؤلاء هم مراجع رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من حلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائل الرأي الثاني لا هذين اسبوع المن ان هم ايش اكعدهم الحقيقة ايش اكزبالة يذبوها على الشيعة شايف في كل شيء ايش تصور اكزبالة احيانا اكزبالتهم الو ما مع الاسف ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الاية هكذا فاذا فرغت فانصب يعني انصب الامام فرأسا مباشرة انصب الامام أنا قرأت الرواية قلت خل ارجع لتفاسيرنا الله يعلم اشوف اكو عندنا هيتشراي ولو رأي مخرف قلت اشوف هالرأي هذا موجود عندنا جيت الى تفاسير عندنا امها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثة تفاسير الاخم مريت بما تيسر عندي من التفاسير ابدا الله وكيلك ولا الى اثر الاحجاية بالمرة منين واحدثين يا علامة هذه الرواية موجودة في الجزء الاول من الكهف الشريف رواية طويلة في باب الاشارة والنص على امير المؤمنين انها الرواية الثالثة بسنده بسند الكلين رضوان الله تعالى عليه عن عبد الحميد ابن ابي الديلم عن امامنا الصادق الرواية طويلة تبدأ من صفحة 325 ثلاثمية وستة وعشرين ثلاثمية وسبعة وعشرين الى صفحة ثلاثمية وثمانية وعشرين من صفحة ثلاثمية وخمسة وعشرين الى صفحة ثلاثمية وثمانية وعشرين الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه الاشارة والنص على امير المؤمنين وهذا الكلام موجود في العديد من مصادرنا الحديثية المهمة والاصلية القديمة وقد جمعت هذه المصادر في حلقات سابقة يمكنكم ان تعودوا الى برامج السابقة لكن هذا الكتاب من اهم كتبنا هو يقول يبحث عن رأي مخرف هذا كلام امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه المصادر التي ذكرها صحيح هذه لمراجع الشيعة لكنها تفاسير ناصبي التبيان للطوسي تفسير ناصبي مجمع البيان للطبرسي تفسير ناصبي الميزان للطباطبائي تفسير ناصبي الكاشف لمحمد جواد مغنيا تفسير ناصبي هذه تفاسير مراجع النجف التي دائما اتحدث عنها من انها نقضت بيعة الغدير وفسرت القرآن وفقا للمنهج العمري الوائلي لا يعرف حديث اهل البيت رجع الى تفاسير النواصب هذه فما وجد حديث اهل البيت فيها علماء السنة اعلم من علماء الشعة في حديث اهل البيت الموجود في كتبنا هذه الحقيقة وهذا امامكم هذا هو الناطق الرسمي باسم مرجعية السستاني اتحدث عن ناطق رسمي عقائدي يصف احاديث صادق بانها زبالة هذا منطق الرحماني لو كان خادما للحسيني هل ان الحسين يتركه ان يصف حديث صادق بالزبالة هذا خادم ليزيد ابن معاوية حديث صادق زبالة يا زبالة انتم تقبلون انه يقول عن حديث صادق من انه زبالة ولكن لا تقبلون مني ان اقول عنه من انه هو الزبالة لانكم لستم شيعا راجعوا قلوبكم ستجدون كلامه في وصف حديث الصادق من انه زبالة لا يؤثر فيكم لكنني حين اقول له يا زبالة تم تعضون من كلامي لستم شيعة هذه علامة انكم لستم شيعة انتم شيعة اصحاب العمائم هؤلاء شيعة هؤلاء الشياطين هذه هي الحقيقة من الاخر رجاء اعيدوا بث الفيديو الرأي الثاني لا هذا ينشبو علما انه هم ايش اكعدهم الحقيقة ايش اكزبالة يذبوها على الشيعة شايف في كل شيء اشتصى ورأة اكزبالة احيانا اكزبالتهم له ما ما على اسف ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الاية هكذا فاذا فرغت فانصب يعني انصب الامام فرأسا مباشرة انصب الامام انا قرأت الرواية قلت خل ارجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل ارجع لتفاسيرنا ادورها اشوف اكو عندنا هيتشراي ولو رأي مخرف قلت اشوف هالرأي هذا موجود عندنا جيت الى تفاسيرنا تفضل عندنا امها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثة فتفاشير الأخ مريت بما تيسر عندي من التفاشير ابدا الله وكيلك ولا الى اثر الاحجاية بالمرة منين واحد في احد البرامج ربما جئت بما يقرب من عشرين مصدر من مصادرنا المهمة فيها هذه الروايات لكن هؤلاء للذين ذكرهم يفقهون الروايات ويحفظونها ولا هو والخطباء من امثاله لانهم جميعا غارقون في قذارات النواصف امير المؤمنين يحذر الشيعة من هؤلاء اقرأ عليكم من تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربى قموا المقدسة الطبعة الاولى صفحة ثلاثة وثلاثين رقم الحديث السادس والعشرون عن امير المؤمنين يخاطبنا يخاطبني ويخاطبكم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا إياكم 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 وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن هؤلاء الطوسي الطبرسي في تفاسيرهم هؤلاء أعداء أحاديث أهل البيت في التفسير ولذلك لم يورد شيئا من أحاديثهم حينما رجع الوائل ما وجد شيئا من الأحاديث التفسيرية لأن التفاسير هذه قمامة قمامة ناصبية بامتياز يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب هؤلاء مقلدوهم ونازعوا الحق أهله نازعوا الحق أهله نازعوا صاحب الزمان فجعلوا أنفسهم أئمة بدلا عنه وقالوا نحن نوابه أما حينما يخرج لو كانوا نوابا له لماذا يقولون له ارجع فلسنا بحاجتك فهل يقول النائب للذي جعله ناهبا هكذا ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين كفار ببيعة الغدير ولذا لم يطبقوها وإنما فسروا القرآن بحسب المنهج العمري لا بحسب ما أخذ علينا من المواثيق في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون عما لا يعلمون من دين العترة من حديث العترة من قرآن العترة فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أي يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هذا هو واقع أشياء هؤلاء الخوئي محمد باقر الصادر السيستاني كمال الحيدري محمد الشيرازي صادق الشيرازي البقية هؤلاء تنطبق عليهم هذه الرواية تمام الانطباق فليس أهلا أن يكونوا حكاما شرعيين هم في نظر الشيعة أنهم حكام شرعي وما قيمة نظر الشيعة السنة الذين هم أكثر عددا من الشيعة يعتقدون أن الخليفة الأول والثاني والثالث من أنهم خلفاء حق لرسول الله فما قيمة اعتقادهم هذا أعتقد أن الصورة صارت واضحة المجموعة الممدوحة ويرمى بالتفسير في مسامعهم هؤلاء لا وجود لهم بين هؤلاء فأيه تفسير قد رمي في مسامع هؤلاء السفل من مراجع وخطباء الشيعة الضالين هذه المجموعة انتهينا من الحديث عنها حديثنا عن الشياطين هؤلاء هكذا يصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اتخذوا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزل وبيّن لهم الخطل فعلا قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه هؤلاء هم ما ينطقون به هو منطق الشيطان عرضت لكم ماذا يقول الخوئي وماذا يقول السيستاني وأتباع السيستاني وماذا فعل السيستاني بالعراق وشيعة العراق وماذا يقول كمال الحيدري وماذا يقول الوائلي ولو بقيت مستمرا فإن الجميع دون استثناء على نفس هذا البرنامج إنهم شياطين إنهم نواب عن الشيطان فلا يصح أن يكونوا حكاما شرعي من هنا أقول للنساء التي يراجعن هؤلاء ولا يحصلن على نتيجة شرعية منهم هؤلاء ما هم بحكام شرعيين حقيقيين بإمكان المرأة أن تذهب إلى المحاكم المدنية وأن تحصل الطلاق من هناك وتبدأ حساب عدتها من اليوم الذي تُعْلِن المحكمة المدنية طلاقها هذا حل اضطراري قد لا يناسب المجتمع هذا أمر راجع للمرأة هي التي تقدر حالها أنا أتمنى لها أن تحصل على طلاق من هؤلاء السفلة لكن هؤلاء في بعض الأحيان يقفون في صف الزوج لكثرة أمواله لأنه من عائلة معروفة وظلم المرأة أمر يسير في مجتمعنا وفي أجواء رجال الدين ظلم المرأة أمر يسير وسهل جدا أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا كان في نية أن أتحدث عن موضوع من سفالة هؤلاء المراجع لكنني لا أجد وقتا كافيا لذكره لذا سأعرض عنه سأتحدث عنه في وقت آخر بهذا تم الكلام في جواب سؤال من سأل عن حال الزوجة إذا أرادت الطلاق لأي سبب من الأسباب وتمنع زوجها معاندا أن يطلقها بهذا تم الجواب وتم الكلام نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في حلقة تشتمل على أجوبة على أسئلة جديدة أسألكم الدعاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر